ترجمة نانسي قنقر حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة في فيروس كورونا كوفيد 19 كما تم سجل الإنقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42.299 متطوعاً وجاء قرار الموافقة من الهيئة على تسجيل اللقاح وإيطاحة استخدامه استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فعالية اللقاح وسلامته التي تضيحها نتائج التجارب والدراسات السريرية وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال براجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد جي أم بي حسب المعايير الدولية في صناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوت السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلبية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية حيث شارك أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة متطوع في تجارب المرحلة الثالثة كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 بناء على النتائج الأولية لسلامته حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية